اجتمع وزير الخارجية الصيني وونغي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية وتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو طياني في بيكين وذلك من أجل تعزيز التبادلات والتعاون بين بلديهما حيث قال وونغ إن الصين مستعدة للعمل مع إيطاليا لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه زعيماء البلدين وتعزيز تبادلات رفعة المستوى وتوطيد الأساس السياسي للعلاقة الثنائية وتوسيع التعاون العملي رفع المستوى وإثراء التبادلات الشعبية والدفع من أجل تنمية مستدامة وسليمة ومطردة للعلاقات بين الصين وإيطاليا ومن جهته قال طياني إن إيطاليا تولي أهمية كبيرة لتنمية علاقات طويلة الأجل ومستقرة مع الصين وستواصل الالتزام بسياسة صين واحدة وتتطلع إلى توثيق تبادلات رفعة المستوى مع الصين وإلى تعزيز التبادلات والتعاون في مختلف المجالات وذكر أنه على الرغم من أن الوضع الدولي الحالي متقلب إلا أن العلاقات الإيطالية الصينية لن تتأثر بذلك كما حضر وانغ وطايني المراسم الختامية للاجتماع المشترك الحاذ عشر للجنة الحكومية الصينية الإيطالية